السلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته أحبائي المتابعين بالنسبة لمن يشاهد حلقاتي لأول مرة اسمي محمد المسيح من المغرب دارس وباحث في تاريخ البدايات الأولى للإسلام تخصص علم الخطاطة والمخطوطات للقرآن وعضو في معهد إنار الألماني لدراسة تاريخ المبكر الإسلام أهلا وسهلا بكم بعد تجربة لا بأس بها من سنة 2015 إلى الآن في تقديم ومشاركات بالعديد من البرامج على قنوات تلفزيونية عربية وعلى رأسها قناة الحياة ومنابر على مواقع التواصل الاجتماعي ولا رأسها اليوتيوب في برامج كبرنامج صندوق الإسلام مع الأستاذ حامد عبد الصمد وبرنامج التاريخ المبكر للإسلام وغيرها وكل هذه البرامج كانت موجهة لجمهور العربي لقيت استحسانا وتشجيعا من الجمهور الناطق باللغة العربية من مختلف الدول لذا ارتأينا أن نقدم لكم حلقات جديدة سنقوم بترجمتها إلى لغات أخرى لجمهور أوسع من المسلمين غير ناطقين باللغة العربية وهم بالطبع الأغلبية بنسبة 85% فعدد المسلمين في العالم كما تعلمون أعزائي الكرام يناهز مليار 600 مليون نسمة يشكلون الأغلبية في 50 دولة من الدول أما بالنسبة لمن تابع جل الحلقات التي قدمتها منذ أزيد من 6 سنوات فالحلقات الأولى لهذه الانطلاقة الجديدة بعد فترة التوقف بسبب تجهيز مؤتمر إنارة الألماني هذه السنة ومراجعة وترتيب الدراسات الجديدة التي تقدم بها كل المشاركين في المؤتمر سوف تكون كعنوان من التذكير والتلخيص لعدة حلقات قدمت سابقا نستهل بداية هذه السلسلة بالتعرف على المنهج العلمي الفلسفي الذي عملنا به سابقا وسوف نستخدمه في الحلقات المستقبلية وبما أننا أمام البحث في بداية تاريخ عقيدة المسلمين المبنية على أسس إيمانية والتي يعتقد أنها حقيقة تاريخية لا تحتاج لإعادة النظر فيها يجب أن نخبركم ونذكر البعض منكم أن البدايات الأولى للتاريخ الإسلامي أصبحت مكتوبة وموثقة ليس منذ لحظة الأولى لظهور الإسلام وإنما كتبت ووثقت في العصر العباسي أي بعد مرور أكثر من قرنين على هذه الأحداث التاريخية معتمدا هذا التاريخ الإسلامي المعروف على الذاكرة الجماعية في تدوينه وتوتيقه وعلى الأخبار الشفاهية التي انتقلت عبر هذه المدة الزمنية الطويلة متأثرة بالدرجة الأولى بعوامل الزمان والمكان وبسياسة الحكام ومصالح الشعوب التي تبنت الإسلام كدين للدولة نعم لا توجد وثائق عربي إسلامية تتحدث عن بدايات الأولى للتاريخ الإسلامي كتبت ودونت عبر هذه المدة الزمنية الطويلة وهذا غريب جدا لأن بداية تاريخ الإسلام كما هو معلوم حافل بالانتصارات والفتوحات الإسلامية والمنتصر عادة هو الذي يكتب التاريخ فتدوين بداية التاريخ الإسلامي في العصر العباسي مر شفاهيا بمراحل عديدة عبر هذه المدة الزمنية الطويلة فشاهدوا العيان ليس كالراوي والراوي ليس كالناقل والناقل ليس كالمحدد والمحدد ليس كالمؤرخ الذي وثق لنا أخيرا هذه الأخبار فلو دون شاهد العيان هذه الأحداث التاريخية لكانت أكثر مصداقية لتفادي الزيادة والنقصان والتأويل والنسيان عند تدوين الراوي والناقل والمحدد والمؤرخ ولهذا ومن أجل معرفة الحقيقة التاريخية يجب استخدام المنهج العلمي ولن نجد أفضل من المنهج العلمي الحديث الذي يدقق في الادعاءات المعرفية بهدف فرز الصحيح منها والمكدوب وبالتالي لا مجال للهروب من استخدام المنهج ديكارتي الفلسفي المبني على الشكل ومنهج الشك هو الطريق المضمول للوصول إلى الحقائق الموضوعية ولحسن الصدف فالقرآن يشير لهذا المنهج الفلسفي في قصص الأنبياء والملائكة وعلاقتهم المباشرة بالخالق فقصة آدم تشير لوجود شك عند الملائكة في كون آدم قادر على أن يكون خليفة صالحا على الأرض وذلك في الآية 30 من سورة البقرة حيث تقول قالوا بين قوصين الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء بين قوصين آدم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال أي الله إني أعلم ما لا تعلمون يخبرنا القرآن كذلك في سورة الأنعام عن شك إبراهيم الخليل في آلهة قومه وبداية رحلته في مصارى الشك للوصول إلى اليقين كما جاء في الآية 75 وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين باحثا عن الإله الحقيقي فقد شك في الكوكب الذي اعتقد لأول وهله أنه هو ربه كما جاء في الآية التي تليها فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين الآية 76 وكذلك الشك في كون القمر هو هذا الإله الذي يبحث عنه أو الشمس كما جاء في الآية 78 إذن مسيرة الشك عند إبراهيم الخليل لم تتوقف بحسب القرآن وحتى عندما وجد الله لم يغادره هذا الشك في المعرفة الخالصة لهذا الإله وسأله أن يريه كيف يحيي الموتى كما جاء في صورة البقرة وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وهنا نستشف أن الإطمئنان والتسليم بالإيمان لا يأتي إلا بعد رحلة البحث التي تتولد من السؤال وهو بدرة الشك أما شك موسى فقد كان أقوى وأكبر حينما طلب من ربه أن يتجلى له عيانا بعدما كلمه من وراء حجاب وجاء هذا السؤال يحمل في طياته شكا مبطنا رغم كل ما شهده من معجزات حيث جاء في صورة الأعراف الآية 143 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك فجاء الرد قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إلى آخره إذن توبة موسى تكشف عن حقيقة شكه واتكابه معصية الطلب يخبرنا القرآن كذلك عن شك الحواريين عندما سألوا المسيح في الآية 112 من صورة المائدة إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وغيرها من الإشارات الواضحة في القرآن لاستخدام منهج شك عند المؤمن للوصول للياقين فإذا كانت الملائكة والأنبياء عندهم بدرة الشك فما المانع أن تكون عندك أو عند المؤمن البسيط وهو أولى بذلك ليطمئن قلبه وبالخصوص عندما يتعلق الشك في الموروط والتاريخ الإسلامي الذي رواه أناس عاديون مثلنا ومثلكم ولم يكونوا أنبياء ولا ملائكة ولا رسل معصومون منهى الشك الدكارتي استخدم في دراسات الأديان والمعتقدات ولا يمكن أن يكون التاريخ الإسلامي ستناء فعلينا أن نضعه على طاولة البحث ونسلط عليه الضوء ثم ننظر لتفاصله بعدسة المجهر إذن على بركة الله نبدأ دراستنا بهذه المنهجية العلمية مستخدمين أدوات فعالة كعلم الأنتروبولوجيا وعلم الآطار الذي يحقق في الأديل المادية من مخطوطات وعملات ونقوش وغيرها فإذا وافقت هذه المواد العلمية المعطيات التي وصلتنا من العصر العباسي عصر التدوين كان بها ولكن إذا تعارضت معها فعلينا إعادة النظر في الموروط الإسلامي برمته ليس الهدف تهديم عقيدة المسلم ولكن هي فقط رحلة نحو اليقين فلا أظن عزيزة المشاهدة عزيزي المشاهد أنك تمانع في استعمال العلم والمعرفة الحديثة للوصول إلى اليقين نكتفي بهذا القدر ونراكم في الحلقة القادمة فكونوا معنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر